السلام عليكم اشخباركم امركم هانية نتمنى تكونوا بخير على خير وبيئة مصطحة سوف نشارك معكم طريقة تحضير سلصة الكراميل او توفي بطريقة سهلة و مكونات بسيطة و يجيكم ناجح غير تبعوا جميع المراحل و كيف نبدأ بالصلاة على نبينا عليه افضل صلاة السلام بسم الله على بركة الله نحتاج ملقة كبيرة الناشا و كأس الحليب و كأس السكر ساني دار رقيقة المهم العبر ذلك الكأس 60 غرام نحتاج ملقة صغيرة عصير حامض و الزبدة ميقلات لا تلصق و تقيلة على نار مهيلة و نضع الكاز السكر و نجعله يدب لما نحرك حتى يبدأ يدب لها من الجنب المهم اخذت هنا كاز الحليب سخنته و نضعه على ملعقة الناشا نوجده على جانب و نضع السكر في الطريقة سهلة و نضع كراميل كراميل سوف نضع الحليب نضع السكر سوف نضع من الجوانب و سوف نضع نضيف الملعقة الصغيرة العصير حامض و معلقة الزبدة و نضيف الحليب نضيف الملعقة الكبيرة للناشا و لا تخافوا في هذه المرحلة يتحجر معاكم شوية السكر غير يعطيوه الخاطر و حركوه حتى يرجع يدوب معانا و دائما نحرك مزيان على نار مهيله و نستمر بالتحريك و ان شاء الله غنقول لكم حتى الطريقة ديال الاحتفاظ به باش يبقى لكم المدة طويلة هنا يا صفير الجعداب عندي السكر و الجنس والمكونات و هنا يلاصص كراميل وجد معايا كيكون هدا هو الشكل ديالو غنمر معاكم ان شاء الله غنطحنو باش يتجنس لي يمزيان و هنا يفرغت لاصص ديال الكراميل عندي هنا في الهاشوار غنطحنو شوي يمزيان و نرجع معاكم و هنا بعد مما تطحن كيكون هدا هو القاوام ديالو هنا يصفي كي يصبح جاهز باش نزينو به صفي كنوضعو هنا يفهد زليفة عندها الغلقة ديالها صفي بالنسبة الي كنتو غد تستعملو في واحد مدة تلتيام كتوضعو غير في التلاجة بغيتو يبقى لكم مدة طويلة توضعو في المجمد حتى كتحتاجوه تجبدوه و كتستعملو وأكيد إلا القيتوه جمد معاكم شوي ممكن تسخنوه حتى يتطلق صفي و كتزينو به و كيكون هدا هو الشكل النهائي ديالو بصراحة كي يجيزوين بزاف و سهل التحضير و بمكونات بسيطة و متوفرة في كل بيت كيكون هدا هو الشكل ديالو كنتم نيكونا لإعجابكم و نكون خفيفة ضريفة على قلبكم و يكون الفيديو ديال يومنا لإعجابكم و ما تنسونيش إلي عجبكم الفيديو من واحد لايك و اشتراك و بارتاج للفيديو مع الأهل والأحباب و في المواقع ديال التواصل الاجتماعي فأنا سبق لي حضرته فاش صوبت القلاس و زينتو به فأنا وريتكم فاش كنت كان زين به القلاس و كيكون هدا هو الشكل النهائي ديال لسوس كراميل كنتم نيكونا لإعجابكم و تكونوا مستفدتم معي في هاد الفيديو تلا و فريوسكم الى اللقاء